بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس الآن الوحدة الثانية التي تتحدث عن حل جملة معاتلات خطية سنبدأ أولا في بعض التعاريف حل جملة معاتلات خطية يعتبر إيجاد حل جملة معاتلات جبرية خطية من أهم المسائل في التحليل للعددي يوجد نوعا من الطرق لحل هذه الجمل وهما طرق مباشرة النوع الأول هو طرق مباشرة للحل وهي التي تعطي الحل بعد عدد محدود من العمليات تعتمد على الطريقة العددية المتبعة وعلى رتبة مصبوفة الأمثال للجملة وطرق غير مباشرة والتي تعتمد على علاقات تكرارية لا نهائية تعطي الحل على صورة نهاية لعمليات تقريب متتالية للحل وتقارب هذه الحلول يعتمد على عناصر مصبوفة الأمثال وسرعة التقارب تعتمد على طريقة التكرار المتبعة وعلى الاختيار المسبق للتقريب البدائي بفرض أنه لدينا جملة معادلات الجبرية الخطية التالية عبارة عن إن معادلة بإن مجهول عند إذن إذا رمزت لمصفوفة الأمثال أخذنا مصفوفة الأمثال A1 1 A2 1 A2 وحطناها عمود أول العمود الثاني 1 2 2 2 2 N عمود ثاني وهكذا عمود الأخير سمينا هذه المصفوفة بمصفوفة الأمثال كذلك إذا ولعمود الطرف الأيمن إذا رمزنا له بB وهو عمود B1 B2 BN ولعمود المجاهيل بالX كبير اللي هو عبارة عن X1 X2 عند إذن فإن الجملة السابقة يمكن كتابتها بشكل التالي عبارة عن شكل جداء مصفوفتين يساوي إلى مصفوفة وبالتالي يمكن كتابتها بصورة مختصرة بالشكل التالي A ضرب X يساوي إلى B حيث A مصفوفة الأمثال X مصفوفة المجاهيل وبه عمود الطرف الأيمن في الجملة الشرط اللازم والكافي حتى يكون لهذه الجملة حل وحيد هو أن تكون مصفوفة الأمثال هذه نظامية أي أن المحدد determinants تبع هذه المصفوفة لا يختلف عن الصفر واضح أنه إحدى طرق الحلوة هي أبسط الطرق اللي بتتدرسوا مع الحالة السانوية بيأخذ معكوس المصفوفة A للطرفين ضرب الطرفين هذه بمعكوس المصفوفة A فنحصل على A نائس 1 ضرب A ضرب X يساوي إلى A نائس 1 ضرب B لكن A ضرب A نائس 1 هي المصفوفة الأحادية والمصفوفة الأحادية ضرب X هي المصفوفة X ويساوي إلى A نائس 1 به هذه أسهل طرق حل جملة المعادلات الخطية لنعطي الآن بعض التعاريف من أجل المعادلات الجبرية الخطية تسمى العمليات السلاسة التالية المبادلة بين معادلتين في الجملة إذا عنديت جملة معادلات فإذا بدلت مثلاً المعادلة الثالثة والمعادلة الرابعة الرابعة الضرب إحدى المعادلات الجملة بعدد يختلف عن الصفر إضافة إحدى معادلات الجملة بعد ضرب طرفيها بعدد مختلف عن الصفر إلى جملة أخرى نسمي هذه العملية التالية بالتحويلات الأولية على هذه الجملة إذن أي جملة معادلات خطية يمكن أن أجري عليها تحويلات أولية عليها وهي ممكن أبادل بين أي معادلتين ممكن أضرب معادلة بعدد مختلف عن الصفر ممكن أضرب معادلة وأضيفها إلى معادلة أخرى كل هذا النوع من العمليات يسمى على جملة معادلات الخطية يسمى تحويلات أولية على الجملة بالطبع التحويلات الأولية المطبقة على جملة معادلات جبري خطيه لا يغير من إمكانية وجود حل لهذه الجملة أو عدمه أي إذا والله الجملة إلها حل أي أنها مصروفة الأمثال تبعيتها ليست شازة فإذا أجرت عليها تحويلات أولية فيبقى لها حل وحل وحيد أيضا إذا كان إلها حل فإن لها حل يمكن أن يكون وحيد تعريف نقول عن جملتين معادلات جبري خطيه تحويان العدد نفسه من المجاهي لأنهما متكافئتان إذا كان حل الجملة الأولى هو حل الجملة الثانية والعكس والعكس صحيح أي حل الجملة الثانية هو حل الجملة الأولى تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضرور أن يتساوى عدد المعادلات في جملتين متكافئتين أنه يجب أن يتساوى عدد المجاهيل أما عدد معادلات ممكن أن يختلف بعض الشيء الآن مما سبق استنتج أنه إذا كان للجمل الأصلي حل فإنه حلا للجمل الناتج بتطبيق تحويلات أولية عليها وبالعكس أي أن الجملة الأصلية والجمل الناتج عنها بتحويلات أولية هما جملتان متكافئتان وسنبدأ الآن بدراسة بعض الطرق لحل مباشرة بعض الطرق المباشرة سنأخذ طريقتين مباشرتين في حل جملة معادلات الجبرية الخطية والسلام عليكم ورحمة الله